حياكم الله قبل فاصلي أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كان الحديث عن تواجد المرجعية في لندن هنا بنفسها بوكلائها أفراد من أسرها مؤسسات مكاتب عقارات أموال سفر للعلاج سفر للإستجمام للسياحة وأمثال ذلك كثير لا يعد ولا يحصى وفي جانب ذلك أكاذيب هذه الأكاذيب تخرج في بعض الأحيان بشكل رسمي على القنوات الفضائية وعلى المنابر الحسينية من داخل مكاتب المراجع وعلى ألسنة الوكلاء من أن الغرب يريد الإضرار بالمرجعية الشيعية وقد حاول وفشل ولذلك سلط عليها العملاء وأمثال ذلك من هذه الأكاذيب والترهات والافتراءات التي لا حقيقة لها على أرض الواقع مشكلتنا مع المؤسسة الدينية أنها تستغل ثقة الناس فيها باعتبار أنها جهة دينية والناس لا يعلمون أن هذه المؤسسة من أهم وسائلها الكذب في تسقيس سمعة الآخرين وحتى فيما بينهم فيما بين المراجع أنفسهم هذه الظاهرة موجودة هذه القضية ابتلي بها السياسيون العلمانيون حينما سقط النظام البعثي الصدامي المجرم في العراق ودخل الإسلاميون وغيرهم إلى ساحة السياسة بعض العلمانيين الذين ما كانوا على مقربة في المعايشة من الإسلاميين كان ذلك في الوسط الشيعي أو في الوسط السني على حد سواء على حد سواء المتدينون السنة والمتدينون الشيعة المؤسسة الدينية السنية والمؤسسة الدينية الشيعية على حد سواء الكذب من أهم الوسائل التي تستعمل في حماية المؤسسة أو في تسقيط الآخرين وفي بعض الأحيان فيما بينهم فيما بين الرؤوس الكبيرة وهذه القضية ليست محصورة في زمن معين هذه القضية موجودة على طول الخط نحن نتحدث عن واقع المرجعية الشيعية فمن وسائل السياسيين الذين هم أبناء هذه المؤسسة والذين يتلبسون باللباس الإسلامي من وسائلهم الأساسية الكذب فهؤلاء العلمانيون الذين ما كانت لهم تجربة مع الإسلاميين تصوروا أن الإسلاميين لا يكذبون ووثقوا بهم ولكن الإسلاميين غدروا بهم شر غدرة في مواطن كثيرة حصل هذا في زمن المعارضة وحصل هذا في زمن الحكم في وقتنا الحاضر القضية هي هي عامة الشيعية يتصورون أن المعمم لا يكذب بينما من أسلحة المعمم الكذب أنا أقول هذا عن تجربة على الأقل عن تجربتي أنا ربما هناك من يخالفني فأقول أنا الذي شاهدته ولمسته هو هذا ربما أنتم عايشتم معممين ملائكة أنا الذي عايشته عن قرب وأعرفه أن من أوضح ومن أسهل ومن أبرز الأسلحة في يد المعمم هو الكذب ولذلك هذه الأكاذيب إذا أراد عاقل أن ينظر إليها تتناقض مع الواقع سلسلة طويلة من الأكاذيب الغرب منبهر بمراجع الشيعة هم مراجع الشيعة منبهرون بالغرب وهم مبهرون بالقشور لأنهم لا يعرفون التفاصيل الحقيقية للرقي الثقافي والحضاري في الغرب الغرب منبهر بمراجع الشيعة بأي شيء ما الذي عندهم الغرب يخاف من المراجع في النجف أو في قم ما الذي يخافه من المراجع في النجف ما هو الشيء الذي عندهم يخيف الغرب العديد من المراجع ما عندهم قدرة على إدارة بيوتهم بيوتهم الأسرية نساؤهم هي التي تديرهم والعديد من المراجع لا يدري ماذا يجري في مكتبه فما الذي يخيف الغرب من هؤلاء الغرب يحوك المؤامرات للمرجع لماذا يأتون إلى هنا لماذا يعالجون هنا لماذا يؤمنون على أموالهم هنا لماذا يؤمنون على عخاراتهم وممتلكاتهم هنا إذا كان الغرب خطرا لماذا هذه الأكاذيب أكاذيب في أكاذيب في أكاذيب يضحكون على الناس هذه هي الحقيقة من آخرها وهذه الأكاذيب موجودة في ال اتجاهات المختلفة على سبيل المثال المرجعية بوكلائها بكلها في العراق مثلا تتحدث عن الالتزام بالقانون حديث في هذه الحلقات عن العتبة الحسينية وكذلك نفس الشيء عن العتبة العباسي بحسب القانون العراقي الأمين العام للعتبة يكون خاضع لسلطة الحكومة فهو بدرجة مدير عام بحسب القانون العراقي والعتبة تحت رعاية الوقف الشيعي والتعيين يتم من قبل المرجع الأعلى وبموافقة قانونية من رئيس الوزراء أنا هنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل له الحق أن يقضي مدتين قانونيتين قطعا لكل مدة وقتها ولها إجراءاتها وبعد ذلك لا يحق له بحسب القانون أن يبقى أمينا عاما للعتبة شيخ عبد المهد الكربلاء أنهى المدتين وكذلك سيد أحمد الصافي في العتبة العباسية أنهوا المدتين وبقوا في نفس المنصب خلافا للقانون وبعلم من المرجع الأعلى بعلم من السيد السستاني في الوقت الذي نفسه عبد المهد الكربلائي وسيد أحمد الصافي يخرجون على منبر صلاة الجمعة يطالبون الناس باسم المرجعية باتباع القوانين وفي كل جمعة هذه الأسطوانة تعط والحالة المرجعية مخالفة للقانون وهؤلاء الذين يخطبون مخالفون للقانون والمؤسسة بكلها مخالفة للقانون أليس هذا كذب هذا كذب قولي وكذب عملي من قبل المرجعية ومن قبل ممثليها هذا الأمر حدث أم لم يحدث ولو لم يحدث خلاف فيما بينهم وبين الوقف الشيعي وأثيرت إشكالات عليهم بسبب خلافات فيما بين المعممين لو لم تحدث خلافات فأثاروا عليهم إشكالات لأنهم لا يريدون أن يخضعوا لقوانين الوقف الشيعي هم يعملون من دون قانون من دون تعيين خلافا للقانون الرواتب التي كانوا يأخذونها على أي أساس العقود التي وقعوها على أي أساس لنفترض أن المرجع كان في غفلة عن هذا الآن يلزمهم المرجع بإعادة الرواتب وبتصحيح الإجراءات التي اتخذوها في ذلك الوقت وبمحاسبتهم ما الذي حدث بعد أن أثيرت القضية وقالوا أن هذه القضية إذا انتشرت فإن الناس سيقولون المرجع يطالبنا بالالتزام بالقانون والمرجع يلوم المسؤولين والحال المرجع نفسه هو يخالف القانون فماذا صنع المرجع التفى التفافا حول القانون وأبقاهم أمنا لكن بعنوان جديد متولي شرعي المتولي الشرعي يبقى أمين عام للعتبة العباسية ويبقى أمين عام للعتبة الحسينية طيلة عمره المتولي الشرعي باعتبار القضية ربطت بالشرع في كواليس المرجعية فلا يوجد هناك من عمر من مدة زمانية ونصبوا أمنا عامين كذبا بالتعبير الشعبي لا يحل ولا يربط وحتى هؤلاء مثلا في العتبة الحسينية انتخبوا أمينا عاما بحسب الإجراءات وقطعا الذي اختاره هو الشيخ عبد المهدي سيد جعفر أبو لحية سيد جعفر أبو لحية رجاء ان اعرضوا لنا صوره صور سيد جعفر أبو لحية هذا هو السيد الذي يلبس الكشيدة بجانب الشيخ عبد المهدي الكربلائي هذا هو الأمين العام للعتبة الحسينية ولكن أمين بالصورة أمين عام بالصورة المتصرف الحقيقي هو الشيخ عبد المهدي الكربلائي بعد أن التف السيد السستاني حول القانون والالتفاف حول القانون هو من أقبح أنواع الفساد السيد السستاني لا يعلن بهذا الأمر ربما بالنتيجة هذا العمل صادر من المرجعية الشيعية ربما ربما القضية أنجزها ولده محمد رضا ولكن هذه القضية لأي إنسان إذا أراد أن ينظر فيها التفاف على القانون والالتفاف على القانون من أكبر أنواع الفساد يعني حالة شيخ عبد المهدي الكربلائي أمين عام من دون قانون أفضل بكثير من هذه الحالة من التفاف على القانون من خلال حيلة شرعية توظيف الدين في الالتفاف حول القانون وفي شرعنة الفساد الإداري هذه العملية هي عملية لتوظيف الدين في مخالفة القانون الذي يصر السيد السستاني على اتباعه وهذه القضية بالمناسبة ليست خاصة بسيد السستاني أي مرجع كان يقوم بنفس هذا الأمر ما هو السيد أحمد الصافي ليس تابعا لسيد السستاني هو تابع لمرجعية ثانية تابع لسيد سعيد الحكيم ونفس الشيء مسؤول الوقف الشيعي السابق سيد صالح الحيدري كان تابعا لسيد السستاني ومسؤول الوقف الشيعي الحالي سيد علاء الهندي تابع لسيد سعيد الحكيم قضية مناصفة والكل يخالفون القانون ويجدون مخارج شرعية اعتمادا على المراجع هذه العملية عملية مخالفة للقانون حيلة شرعية وضحك على الذقون حتى تبقى السلطة بيد الشيخ عبد المهد الكربلائي وبيد السيد أحمد الصافي حديثنا عن العتبة الحسينية باعتبار الطامة الكبيرة كانت في مسألة تعيين الموظفين بالتوقيع على أدبارهم وفي محضر سيد الشهداء وما جر على ذلك من تفاصيل أخرى شخ عبد المهدي عين السيد جعفر أبو لحية رجان اعرضوا لنا بقية صور السيد جعفر أبو لحية هنا هذه الجلسة يكتبون النظام الداخلي للعتبة الحسينية إذا كان هناك صور وهذه الصورة هم جالسون ومرت هذه الصورة في توقيع عقد المطار وهذه الصورة في زيارة المرجع الديني شيخ بشير النجفي هذه مجموعة صور يظهر فيها سيد جعفر أبو لحية سيد جعفر أبو لحية مع احترامي له الأمر ليس بيده وهذا العنوان الأمين العام الذي هو قانونا برتبة مدير عام ورتبة مدير عام رتبة كبيرة جدا ليس لهذا العنوان حقيقة على أرض الواقع الأمور كلها تجري بيد شيخ عبد المهدي الكربلاء والسيد جعفر أبو لحية رجل له منزل في كربلاء هو شخصية محترمة ولكن شيخ عبد المهدي الكربلاء جاء به لصلة فسيد جعفر أبو لحية هو عم سيد إحسان أبو لحية سيد إحسان هو الصهر الثاني للشيخ عبد المهدي الكربلاء سيد إحسان أبو لحية في أجواء السيد السستاني أنا هذه المعلومات أستقيها من أجواء كربلاء ومن أناس قريبين جدا من أجواء العتبة الحسينية وأجواء شيخ عبد المهدي الكربلاء سيد إحسان أبو لحية هو الصهر الثاني يعني عديل مرتضى الموقع على الأدبار سيد إحسان أبو لحية هو صهر شيخ عبد المهدي الكربلاء وهو الآن في النجف يشرف عليه سيد محمد باقر السستاني الإبن الثاني بعد سيد محمد رضا للسيد السستاني مجموعة الطلبة التي يشرف عليها محمد باقر السستاني أحدهم سيد إحسان أبو لحية هو صهر شيخ عبد المهدي الكربلائي وهناك كلام يدور في الأوساط هو يعد لأن يكون خليفة للشيخ عبد المهدي أن يكون المتولي الشرعي للعتبة الحسينية ألا تلاحظون الأمور كيف تسير وكيف ترتب وكيف تحاك هذا هو واقع المؤسسة الدينية وهذا هو واقع المرجعية الدينية في النجف وفي غير النجف الأمور الأمور هكذا تدار وهكذا تجري أكاذيب مخالفات للقانون حيال شرعية ضحك على الناس يأمرون الناس باتباع القانون وهم أول من يخالفه ويحتالون عليه باسم الدين هذا هو الواقع ماذا تسمون هذا قطعا لأن الشيخ عبد المهدي مدلل رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه هو أوديو المقطع التسجيل الصوتي لشيخ محمد فلك وكيل السيد السيستاني المعروف في البصرة يتحدث عن درجات الوكلاء عند السيد السيستاني فهناك درجة الوكيل المدلل الابن المدلل مثل الشيخ عبد المهدي وهناك درجة الوكيل ابن البايرة مثل شيخ محمد فلك البصراوي الشروقي الذي هو من الدرجة الثالثة في نظر المرجعية الشيعية في النجاف رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو وفي حالة الفيديو المنطقة لا يستخدم هذا المهم ظلت منهم مثلا الآن عبد المهدي كان وشو صلاحي طبعا صلاحي مميكو حمد محمد رجاء الفقير مملون أنه يسوي لهم مقتل ما منه حي يسوي لهم كذب ممنوع واحد اشتر بخل يعني الفاظل النجفي قل انت تتجاسر من يسوي لك انت يا بليج انت بك فاحنا العلينا سوينا علاقات جيدة ويا شيخ عبد البهدي ويا زينا عمال الصافي اللي هم اكوا احد يسمونه طفل مدلل ابن مدلل واحد ابن البايرة مو صحيح ابن البايرة خب هذا يعني مثل يعني ابوك وخذ له مرة ثانية موت هاي البثاني عزيزة عنده جديد ومك القديم ما احد بحاله يكرهك ويكرهك صحيح نحن يسمونه بايرة واطحاتك الشيء رجان اعرضوا لنا المقطع الذي يتحدث فيه شيخ محمد فلك الوكيل المعروف لسيد السستاني في البصرة ويتحدث عن البصراوي الشروقي الذي هو في الدرجة الثالثة بحسب وجهة نظر المرجعية الشيعية في النجف وتحديدا مرجعية السيد السستاني فهذا هو وكيله وهو الذي يتحدث ولست انا الذي اقول اعرضوا هذا الفيديو المتابع نحن لا نقوم بالمتاح بإمكاننا تغيب ليس مثل ما مخشوادم أو همم لدينا إمكانية المجال لا يفتح الباب سادلين عليك الباب سادلين عليك انت بصراوي لديك طاقة أنا سويت مؤتمر لعلي قبل سبع السستاني ثقافة التعايش في فكرة علي خليتها بالبصرة سطعش دولة شاركت بها كلها اشتركت بي إلا النجف فضلاء النجف وها يابا ليش؟ قالوا ها تجاسر علينا شو نسو مؤتمر لعلي في البصرة؟ يابا قاعد يسوون له بقلدها وبغانستها شوف الأفق مان بيت أفق مان هذا الموعد يعني احتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة انتم هم يعني مفربطي بأدبية أهل البصرة لا تدعوني بحقوق أقراد أحسن منكم أقراد أخوكم أحسن منكم بكثير عادوا له موعد ما سنقلد يقول كردي بس هو لا الكردي أفق من البصرة أفق مقير أفق المرجعية أفق مقير هذا تعبير تعبير جنوبي مقير يعني من القير يعني من القير يعني أفق سيء أفق مظلم يعني أفق مقير بالقير في أسوأ حالاتي هذا هو أفق المرجعية في نظر وكيل المرجعية رجاء أعيد كلام الشيخ محمد فلك مع ملاحظة أن هذا المضمون الذي ذكره في حديثه حقيقة 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 نحن نعرفها جميعا هكذا تتعامل المرجعية مع شيعة العراق ليس اليوم وليست القضية خاصة بالسيد السستاني المراجع السابقين نفس الشيء وإذا ما مات السيد السستاني وسيأتي مرجع آخر نفس الشيء هذه القضية حتى مع نفس المعممين الموجودين في النجف هذا التعامل موجود هذه القضية بصراوي شروقي درجة ثالثة هذه حقيقة التي يتحدث عنها شيخ محمد فلك هذا منطق أهل البيت هذا منطق أهل البيت أو لا وهذه الملامة التي يوجهها إلى أهل البصرة هذه الملامة ملامة حقيقية لأنهم فعلا كما يلومهم نحن في جنوب العراق بشكل عام بشكل عام الشيعة وفي جنوب العراق وفي المناطق العشائرية هناك حالة ماذا أسميها حالة من الاستخذاء الاجتماعي حالة من رؤية الناس لأنفسهم صغاراً بجنب أناس آخرين حتى داخل المجتمع وهذه ناتجة من أعراف الإقطاع فالعراق في مناطقه الجنوبية وهي مناطق زراعية وغنية بالمياه حكمت بطريقة الاقطاع والنظام الاقطاعي نظام طبقي نظام طبقي جائر لذلك مثلاً وهذه الحكاية حكاية حقيقية وربما كثيرون من أبناء الجنوب يعرفونها أحدهم يدخلوا على بيته بعد أن كان في دار ضيافة الشيخ والشيوخ كانوا في الغالب اقطاعيون في الأعم الأغلب الشيوخ العشائر كانوا اقطاعيين فالشيوخ العشائر في الأعم الأغلب كانوا اقطاعيين هذا الرجل من فلاحي هذا الاقطاعي رجع إلى بيته لكن رجع لا على عادته رجع من الديوان من مضيف الشيخ رجع وقد نفش ريشه كما يقال رجع رجع في حالة من التكبر وحين دخل البيت عاجل زوجته بالسباب والشتائم لماذا؟ حين سألته زوجته لماذا؟ قال لي أن الشيخ كلمني اليوم باعتبار أن الشيخ له مكان خاص في المضيف وكثير من الشيخ لا تكلمون إلا قليلا أنا الآن لا أريد أن أصف هذه الحالات هذا الرجل جاء وجلس في مكان في مواجهة الشيخ وهذا المكان بحسب ذلك المضيف وتلك العشيرة لا يجلس فيه أحد إلا أن تكون عنده حاجة فيأتي يجلس يحدث الشيخ ويقوم المكان يبقى خاليا هذا الفلاح جاء وجلس في هذا المكان من دون حاجة فلما دخل الشيخ وسلم وقام الناس لما جلس ورأى هذا الفلاح جالس هنا فماذا قال له قال له هاولك تشلب ابن تشلب شو سونا جاعت يعني أيها الكلب ابن الكلب لماذا تجلس هنا فقام فقام مزهوا يميس في أعطافه فلذلك ذهب فرحاً إلى بيته ومن شدة فرحه وخيلائه دخل بتلك الصورة وعاجل زوجته بالسباب فحين سألته اش بيك فقال لها الشيخ اليوم حاشاني وحكى لها القصة كيف أنه جلس في المكان الذي هو في مواجهة الشيخ ولما جاء الشيخ العشيرة ورآه جالساً فقال له هاولك تشلب ابن تشلب شو سونا جاعت فالمرأة أيضاً فرحت وهلهلت زغردت انطلقت الزغاريد في بيته وهو قد رجع بعد منتصف الليل وكانت تريد أن تسمع الجيران لهذه المنزلة العالية الراقية التي حصل عليها زوجها ومن تنعم عليه بنعمة فلابد أن يحدث بها وأما بنعمة ربك فحدث هذا الواقع هو هو موجود ولكن بصيغة أخرى صار بصيغة يمكن أن تظهر على الفيسبوك باعتبار الأجيال تبدلت صار بصيغ أخرى ولكن الواقع هو الواقع رجاء أن أعيد علينا نفس الفيديو الذي تقدم عرضه قبل قليل ترجمة نفس المثال ترجمة نفس المتاح ترجمة نفس المتاح لعليا عليك قبل سبع السنة. هي ولداتها. ثقافة التعايش في فكرة عليها. خليتها بالبصرة. سطة عش دولة شاركتها. كلها اشتركت بي الا النجف. فضلاء النجف وها. يا بي ليش? قالوا ها تجاسر علينا. شون سوى مؤتمر لعلي في البصرة? يا بي قاعد يسوى اللي بقلدها. وبغانستها. شوف كل الافق ماني. جيد افق مقير. هذا اللي هو موعد يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة. انتم هم يعني مفربطي بأدبية اهل البصرة. لا تدعون بحقوقكم لك. هذا احسن منكم. بكثير. هذا اللي هو موعد ما سنقلد يقول كردي. بس هو لا الكردي افق من البصرة. يبدو ان هذا الافق المقير سيبقى. يعني هل هناك افق مقير اكثر من ان الشيعة في اجواء المرجعية وصلنا الى هذا الحال التوقيع على الادبار? اكثر من هذا يريد يصير افق مقير. شنو بعد يصير? نذهب الى فاصل. ترجمة نانسي قنقر